تواصل القيادة المصرية اهتمامها غير المسبوق بالمواطن المصري ومحاولتها الدؤوبة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر وسط أزمة عالمية طحنة يعيشها العالم أجمع وهذا ما جعل الدولة تدفع بالعديد من المبادرات والمعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة نتابع التفاصيل جهود نحتيثة تقوم بها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر ومحاولة توفير جميع السلع الغدائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب دخل الأسر المتوسطة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومن هذا المنطلق جاء افتتاح أعمال معارض أهل المدارس بمحافظة سهاج والتي تميزت باستهداف الكرة الأكثر احتياجة حرصنا السنة دي أن المعرض يكون فيه قول ما يحتاجه رب الأسرة أو تحتاجه الأسرة المصرية في دخول المدارس سواء مستلزمات مدرسية أو ملابس جهزة أو أحزية كذلك السلع الغذائية ومحتاجات البيوت برضو من السنهاشي موجودة معنا في المعرض المعرض ده واحد من عدة معارض في مختلف مراكز المحافظة وبالذات المراكز اللي دخلها في مبادرة حياة كريمة أو المراكز الفقيرة حرصنا أن يكون فيها معرض معارض أهل المدارس توفر جميع مسلزمات العملية التعليمية بالإضافة إلى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة تخفيض أن تصل إلى 25% في بعض السلع والمنتجات وسط إقبار جماهيري كبير كل شغلنا هنا حضرتك برضو بنزل المصر من الشغل عشان خضر الحاجة الرخيصة نحن بنزل شغل شعب والكلام ده مستمر معان عرض المنتجات مخفضة عن الأسعار الموجودة في الأسواق بره لحين انتهاء فترة المعرض والخدمة المواطنين المعرض هنا فيه إقبال من الجمهور كويسة عليه وفيه تقفضات كويسة من 15-25% فيه جميع مسلزمات المدارس والمواد الغذائية المتوفرة برضو بأسعار كويسة معقولة بالنسبة للمواطن المتوسط الدخل فيه كل المتوسطة البيت والبيوت يعني عملاً موجودة أسعارها اعتبر متوسطة يعني وتأتي معارض بيع السلع الغذائية والاستهلكية والتي تواكب المناسبات المختلفة ضمن خطة الدولة لتخفيف العبئي وبمشاركة كبيرة من شركات القطاعين العام والخاص وبمنتجات عالية الجودة وسط متابعة ومراقبة دورية للتأكد من سلامة المعرضات وجودتها